هات قريو وقهوة بالنوتيلا مشروبات شتوية كتير جميلة بتدفي وكمان بتحسن المزاك بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا واغفر اللهم لأبي وأمي وأموات المسلمين أجمعين ان شاء الله النهاردة هنعمل اربع مشروبات شتوية حلوة جدا بتدفي وبتدي طاقة وكمان طعمها حلو وتعدل المزاك اول حاجة قهوة بالنوتيلا هنحتاج النوتيلا والبن اللي تحبيه ده بن النجار وهنحتاج لبن السكر بقى بما ان فيها نوتيلا فانا بالنسبة لي مش هحط سكر انت ممكن تحطي سكر زي ما يعجبك هاخد كمية لبن قد الفنجال اللي انا محتاجاه والنوتيلا بقى مش هقولك اتوصي بس لو كان الولاد نايمين وهيسبوك في حالك تعملي وحط المقدار البن اللي انا بحتاجه هقولك بس على حاجة مهمة جدا لازم القهوة دي تسطيب على نار هادية اكتر من اي اهوة بتعمليها علشان البن يستوي حلف وكمان ما يضيعش طعام النوتيلا اول ما تبدأ تقلب كده هتصبيها في الفنجال بتاعك وبقى عندك احلى فنجال اهوة بالنوتيلا في الكفهات بيتباع بقى سعار واو وهو ما بياخدش مننا سواني من فوق بقى حطي على الفنجال بتاعك رشية نوتيلا كده ولا لحزة نوتيلا وبالفهنة جربوه وان شاء الله هيعجبكم المشروب التاني بعد كده من المشروبات اللي بتدي طاقة وبتدفي جدا 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 وهو اللبن مع القرفة والجنزبيل هتحط اللبن الكمية اللي تعجبك وهتحط معاها شرايح جنزبيل وقرفة الخشب القرفة الخشب بتدي طعم وجودة احلى من القرفة البدرة وبتحافظ على لون اللبن حلو زي ما هو وهسيبهم يغلوا على نار هادية معاليش الكاميرا بتاعة الموبايل عمالها تشبر من اللبن وهو ده بس كده بس كده ممكن تزودي عسل ورشة ارفع الوش وبقلن فهنة المشروب اللي بعدي كده الهوت اوريو ايوه هوت اوريو زي الهوت شوكلت بالضبط بس القوام بتاعه بيبقى اتقل شوية هنحتاج لبن والاوريو وكاكاو انا استخدمت كاكاو خام دريم طعمه حلو جدا جدا مايفرقش على النسكويج ويمكن يكون كمان جودته احلى حط اللبن والكاكاو مع بعض اقلبهم كويس والسكر حسب الرغبة وبعد كده هياخد اوريو واكسره طبعا شلت الكريمة من النص وهكسره قطع صغيرة او كبيرة مش هتفرق وعلى فكرة ممكن برضو تسيب الكريمة انا كسرت الاول من غير الكريمة وبعد كده حطتها والسكر زي ما قلت لكم حسب الرغبة الفنجال دوت او الشوب دوت من الحاجات الجميلة ولما بتزوقيها كمان من فوق بالمارشميلو بيبقى طعمه حلو جدا مارشميلو والحاجات لما بتضوب بالمشروبات السخنة بيبقى طعمها روعة ان شاء الله يعجبكم وفكركم اعملوا لايك للفيديو ولسه ما اشتركش فيه تحت زرار احمر يدوس عليه وينورناه باشتراكه وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد كده المشروب بتاعي بقى جهز يوم شتوي جميل مع مشروب في منتهى اللازازة المشروب اللي باقي معينا بعد كده السحلب وهو من المشروبات المعروفة بتشتوية الجميلة جدا لبن حسب كمية الكوبايات السحلب اللي هتعملها كل كوباية من السحلب بتاخد لها معلقة كبيرة من السحلب البودرة اللبن ممكن يكون لبن بيور لبن صافي بس ممكن لبن وتضيف عليه مية زي ما يعجبك بس الافضل وعشان يديك طاقة احسن فبنستخدمه لبن كامل وهوطي النار عليه خالص وهسيبه لما يغلي على فكرة السحلب ممكن تشتري جاهز من المحلات ممكن تعمليه في البيت كنا عاملينه قبلي كده ان شاء الله سيب اللينك بتاعه في صندوق الوصف والسحلب كمان من حاجات اللي ما بتديها رشة ارفع على الوش بيبقى طعمها ولا احلى ما تنسوش الشيطة مش بلازم بس يبقى لمون وحاجات سخنة وحاجات تدايق ممكن كمان يبقى حاجات لذيذة وجميلة تعدل مزاجك وتديك طاقة وحيوية تشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته